35 فرقة مسرحية مصنفة إلى ثلاث مجموعات تتنافس من أجل الدخول إلى الركح المحترف في إطار فعاليات المهرجان الوطني لمسرح الهوات في طبعته الثالثة والخمسين هنا حاضرين أولا بعرض مسرحي تحت عنوان الطوفان وهو من إنتاج جمعية الشعلة للمسرح والسينما العرض هذا كان نتاج عن ورشة تكوينية دامت ستة أشهر ورن متواجدين هنا بالمهرجان تعمست غانم الجائزة الأولى كنا ديناها اليوم كيشافوا الناس العرض وتجاوبة الجمهور يعني احنا الجائزة الأولى تعناهي الجمهور نحن نجينا هنا في إطار منافسة وماذا بنا نكونوا من الناس اللي نكونوا حنا لنشاركوا مع الصين في ألف طمحوا إن شاء الله إحنا جينا باش نشاركوا نستمتعوا حنا كممثلين ونمتعوا الجمهور وإن شاء الله ليستاهل باش يروح المهرج المحترف في إساء هو لي يجوز طبعة تميزت بتنظيم ورشات تدريبية مكثفة للتكوين في مدة أربعة أيام في خمس اختصاصات مختلفة عندك تمانين استاجر رايتكون رايتكون في أربع أيام عنده مؤلمين أساتيدة في المسرح رايتكونوا خيرت ورشة الإخراج المسرحي لأنه فيها دروس مكثفة في مدة خمس أيام يعني ما الأستاذة راح تدي غير يباز تدي غير الحاجة اللي راح تخدمك في مجال الإخراج تظاهرة فتحت جوا من المنافسة بين فرق محلية أبدعت فوق الخشبة ليبقى أبو الفنون ضيف لؤلؤة الغرب طيلة أيام الأسبوع أين سيستمتع الجمهور بالعروض المسرحية المتنوعة ترجمة نانسي قنقر